والمدينة كمان اللي فيها طول الوقت النقاش وجدل حوالين الهجرة طبعا لازم نفرق هنا يا جماعة بين الهجرة غير الشرعية وما بين اللجوء اللجوء أمر يعني احنا مطالبين باحترامه انسانيا قبل أي حاجة قانون دولي نسطور مصري كل شيء واحد يلجأ لك فانت مطالب بالاستجابة للجوء تماما وموضوع ما فوش نقاش وجدل وسجال وحوار بينك وبين نفسك وبينك وبين دولتك ده موضوع انت ملزم به كدولة وكمجتمع وكمواطن بشكل حتمي وبشكل انساني وبشكل قانوني تماما لكن كل النقاش والجدل والغضب والاحتجاج المشروع لدى قطاعات واسعة جدا من المصريين هو الكلام عن الهجرة غير الشرعية والسماح بالهجرة غير الشرعية اللي بتؤدي الى مزاحمة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين لمصر بما يعني يقتضي توقف من الدولة ويعني اجراءات من الدولة وبما يشير الى ان واحدة من مقاذق او اسباب برضه هو مش سبب وحيد ولا سبب رئيسي حتى لكن واحدة من اسباب الضائقة الاقتصادية اللي يعني بتحدق بنا او بتحملق في وجوهنا او بتحدق في حياتنا ويعني تحكم الحلق على رقابنا ربما يكون هذا الفيض من الهجرة غير الشرعية اللي موجودة في مصر فبتحمل اقتصادها وجغرافيتها ومساكنها وسكانها ما لا يمكن ان تتحملوا دولة في ضائقة اقتصادية لا يستطيع احد بما فيها المسوين في الدولة الادعاء والزعم ان احنا مش فيه ازمة اقتصادية واذا كنت عايز الحق احنا في ازمة اقتصادية طاحنة اذا احنا بنتكلم على اسوان اجمل بقاع مصر واجمل مدن مصر وبنتكلم على اسوان حيث الجدل والنقاش فيما يخص ازمة البلد اسوان تحديدا من عدد المهاجرين غير الشرعيين وازدحمهم في هذه المدينة واعباء المدينة الكثيرة على اكتفها من قبل الهجرة غير الشرعي اشتركوا في القناة